بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذا الدرس الجديد والتي تتعلقنا طبعا بالاجتماعيات مكون التربية المدنية القسم السادس سادس فداعي طبعا المرجع الجديد في الاجتماعيات إذن ستجدنا طبعا الإجابات مكتوبة في علبة الوصف بعد نهاية طبعا نشر الفيديو عدنا هنا أساهم في حماية حياتي الخاصة أساهم في حماية حياتي الخاصة نعم أتعرف الحياة الخاصة والمعطيات ذات طابع الشخصي وكيف أحميها طبعا على الأنترنت نعم كيف أحميها على الأنترنت إذن هنا أمهد لتعلمي يضمن دستور بلادنا لكل المواطنات والمواطنين الحق في حياة خاصة لكننا طبعا مسؤولون عن عدم توخي الحذر أو طبعا نعم عدم توخي الحذر في تقاسم معطياتنا الشخصية على الأنترنت لأنه فضاء طبعا عام ما معنى الحياة الخاصة وما مكوناتها ما معنى المعطيات ذات طابع الشخصي ومن يحمي استعمالها ما الذي يهدد الحياة الخاصة في فضاء الأنترنت كيف نساهم في حماية معطياتنا الشخصية على الأنترنت نعم نبدأ بالنشاط الأول أنجد أنشطتي أتعرف معنى الحياة الخاصة ومكوناتها لاحظوا هنا عندنا أتابع تقديم سارة نعم قتل اسم سارة هذه مجموعة أتقاسم معها حياة عامة حياة طبعا عامة أتقاسم معها حياة عامة وليه بطبيعة الحال حياتي الخاصة ليه بطبيعة الحال نعم ها هي الهوية اسم الأسرة الأحلام ديالي عنواني جنسي ديالي هوايات ديالي وأصدقائي وكذلك آرائي إذن هذه هي هويتي كنت تكون من اسم الأسرة والأحلام والعنوان طبعا والجنسية والهوايات والأصدقاء والآراء نعم نقرأ ، نقرأ هذا النص من الدستو لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة لا يمكن القيام بتفتيش منزل ولا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية إلى وفق القانون لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة ولا يمكن قيام بتفتيش منزل ولا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية إلا وفق القانون هذا طبعا النص ثاني لا يسمح بالتعرض بطريقة غير قانونية للحياة الخاصة للطفل أو أسرته طبعا اتفاقية حقوق الطفل نعم هنا قد نستخرج من النصين العبارات التي تدل على حماية القانون لحياتنا الخاصة مع أمدله إذن فالقانون طبعا عبارة تدل على أن القانون يحمي حياتنا الخاصة هي لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة لا يمكن لا يمكن القيام بتفتيش منزل سجلوا هذه لا يمكن قيام بتفتيش المنزل لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية طبعا إلا فق القانون لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية إذن هذه العبارات تدل على أن القانون يحمي حياتنا الخاصة ثم لا يسمح بالتعرض بطريقة غير القانونية للحياة الخاصة للطفل والأسرة لا يسمح بالتعرض عدم التعرض بطريقة غير قانونية للحياة الخاصة للطفل أسرته فهذا طبعا عبارة تدل على أن القانون يحمي حياتنا الخاصة أعرف الحياة الخاصة ومكوناتها انطلاقا من بطاقات صارة بملء الفراغات بالكلمة التالية نعم الحياة الخاصة هي مجموعة من المعلومات التي طبعا تهم الحياة الشخصية أو الحياة الفرد الحياة الشخصية أو الحياة الفرد بواسطة مكونات متعلقة باش بالهوية بالمعلومات الشخصية المراسلات والاتصالات الشخصية بالهوية طبعا كما جاء ثم المعلومات الشخصية ستجيلوا شيء الهوية المعلومات الشخصية المراسلات والاتصالات طبعا الشخصية هذا بالنسبة للنشاط الأول النشاط الثاني أتعرف المعطيات ذات طابعة الشخصية والجهات التي تحمي استعمالها نعم إذن استعمال معطياتنا الشخصية يحميه القانون إذن الجهة القانون هو الذي يحمي معطياتنا الشخصية نعم أقرأ الوثائق ثالية وأربط فيما بينها في فقران المعطيات ذات طابعة الشخصية كل معلومة كيف مكان نوعها ودعامتها صوت صورة والمتعلقة بشخص ذاتي قابل للتعرف عليه بالرجوع إلى رقم تعريف أو عنصر أو عدة عناصر مميزة لهويته فهنا عدنا بطاقة تعريف وطنية مثلا معطيات بيومترية عنوان بروتوكول أنترنت صور معلومات بنكية معطيات صحية تعلق بالصحة وهي حساسة معلومات مدرسية معلومات مهنية تعلق من آراء ثم معتقدات ثم معتقدات نعم هذه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات داتا والشخصي هذه مهمة اللجنة الوطنية للمراقبة حماية المعطيات داتا والشخصي يتحقق من أن عمليات معاجلة أو استعمال معطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات نعم أوضح مهمة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية معطيات الطابع الشخصي إذن المهمة هي التحقق من أن عمليات معاجلة استعمال معطيات الشخصية تتم بشكل قانوني تتم بشكل قانوني أن معامليات معالجة المعطايات تتم بشكل قانوني يعني التحقق من أن استعمال المعطايات الشخصية تتم بشكل قانوني التحقق من أن استعمال المعطايات الشخصية تتم بشكل قانوني وهذه اللجنة الوطنية هذه اللجنة الوطنية تتوفر على سلطة التحري والمراقبة طبعا والبحث التي تمكنها ماذا من مراقبة عملية معالجة معطيات شخصية يعني فيمكن المراقبين الوروج لكل العناصر الخاصة بالمعالجة طبعا معطيات جهيزات وبنايات نعم هنا قررنا لمدرسة مسؤولية قانونية تجاه المعطيات الشخصية الخاصة بي استكملوا طبعا هنا استكملوا ماذا أصناف معطيات شخصية الخاصة بي والتي توفروا عليها المدرسة فمثل المعطيات تعلق بالهوية فعدنا الإسم عدنا تاريخ ومكال الزياد عدنا عنواني هواياتي أسرتي هذه تتعلق بالهوية دينا الإسم تاريخ ومكال الزياد العنوان ديالي عنواني هواياتي أسرتي ومعطيات تتعلق بالمصار الدراسي بحر نقاط المعدلات مثل استعمال الزمان تتبع الدراسي معلومات عن ولي الأمر دياني إذن أعيد النقطة والمعدلات استعمال الزمن التتبع الدراسي معلومات عن ولي الأمر متى طبعا معطيات تعتبر حساسة مثلا الوضع الصحي أو الوضع العائلي فقد تقول الوضع العائلي مثلا هش تكون مثلا هناك طلاق أو مثلا هناك يعني سوء تفهم عائلي أوضح انطلاق من الجدول الآتي معنى أن تكون المعطيات الشخصية المتعلقة طبعا طبعا متعلقة بمحمية بقانون أضيف أمثلة فمثلا عنواني طبعا يمكن للمدرسة أن تطلب العنوان ديالي وطبعا ولا يمكن المدرسة أن تعطي عنواني جهة أخرى هل من حقها طلب العنوان ديالي من حقها أن طلب العنوان ديالي كي ترسل هو الأمر مثلا الموارد المالية لأسرتي يمكن للمدرسة أن تطلع الموارد لأسرتي حتى تعريفها طبعا المستوى المعيشية للتلميذ ولا يمكن أن تعطيها طبعا هذه المعلومات حول الموارد المالية لأسرتي وليس من حقها طلبوا ذلك طلبوا الموارد أن تعريفها ممكن مثلا الحال العائلية هنا الحال العائلية ديالي معطية ذات طبع الشخص الحال العائلية فيمكن المدرسة أن تطلب ذلك ولا يمكنها تعطيها صورة أو الوضع العائلي لجيات أخرى وليس لها الحق في أن تطلب ذلك نعم هنا قالونا شخص ذاتي إنسان يتمتع بحقوق ويقابله الشخص المعنوي الذي اطلاقه قانونيا على منظمات أو شركات نمر إلى النشاط الثالث سيقول لنا هنا أتعرف ما بهذه ما يهدد الحياة الخاصة في فضاء الانترنت أقرأ الحوار أولا يجب أن تحمي معطياتك الشخصية يجب أن تحمي ضجوان الثاني قالو لقد رأينا القانون يحميها أين المشكلة إذن القانون يحمي معطياتنا عندما نستعمل إدارات مثل المدرسة المستشفى أما إذا نشرناها بأنفسنا طبعا على العموم كما في الانترنت فيجب أن تتحمل أن نتحمل مسؤولي ذلك نعم إذن أقرأوا هذا فهمنا المضمون يتحدثوا عن طبعا حماية طبعا الحياة دينا الخاصة في فضاء الانترنت لأنها طبعا تهدد الحياة دينا نحاكي هذا الحوار نعم نحاكي هذا الحوار نعم عدنا أستخلص بتحذيرا موجه للأطفال وعدم نشر طبعا معطيات شخصيات تسلقوا بحياتنا الخاصة تحذير ذاكر يسعمهم حوها ذاكرة يسعمهم أقرأوا النص وأوضحوا لماذا وظف الكاتب كلمة وشم في وصفه للمعطيات دي الطابع الشخصي على الانترنت أشير أن وشم يعني نبجينا في اللغة هو شكل من أشكال التعديل الجسدي يعني وضع على متابتة في الجسم وذلك بغرز إبرة ثم وضع الصبغ عن طريق هذه الفتحات أو الجروح ليبقى ذلك الجل ليبقى ذلك الوشم داخل الجل ولا يزول ولكن إذا بحنا عدنا الوشم الإلكتروني وضع الوشم عملية مؤلمة ويصعب جدا إزالته وغالبا ما يسبب إحراجا في وقت لاحق من الحياة نفس الشيء الذي يحدث مع استعمال خدمة الأنترنت نعم خدمة الأنترنت فعندما تشارك الآخرين أجزاء من نفسك فإن الصور والأنشطة والأصدقاء والتعليقات تصبح كلها عناصر تعكس مجتمعة أفكارك واهتمامك واهتمامك ومواهبك وحياتك على الأنترنت إنها بمثابة وشم إلكتروني وأكثر لأنها تصفك بدقة أكبر من أي حبر على بشرتك ولا يمكن سترها بالملابس بعد ذلك نعم هنا استعمالا لا نعرف مصدره ونتحكم في غايته ألاحظ الرسم نعم بالنسبة لذاك يصعب محووها هي الوشم الإلكتروني قلنا أن الوشم هو وحد الشكل كنت عدده في تعديل الجسم وكنت عدده وحد العالمة تابتة في الجسم يصعب محووها لا تزول فكذلك الوشم الإلكتروني والذي تعلقنا ب عندما تشارك الآخرين أجزاء من نفسك صور الأنشطة والتعليقات تصبحوا كلها عناصر تعكس مجتمعات أفكارك واهتمامك ومواهبك طبعا وحياتك على الأنترنت إنها بمتابة وشم الإلكتروني يعني رغم أنك تقوم أنت بحدها فتبقى في طبعا في الأنترنت نعم قالوا لنا هنا استعمالا نعرف مصدره ولا نتحكم في غاياته في الغالب ولاحظوا الرسم وأصف ما يعبر عنه لاحظوا هنا هذا الحاسوب هذا يقوم به هنا مكتوبة معلومات الطبع الشخصي هذا يقوم به سرقة المعلومات ذات طبع الشخصي يقوم بسرقها طبعا إذن إنتراء أوضح انطلاق من النص من الرسم ما يجعل معطيات ذات طبع الشخصي مهددة إلا أن يتم توخي الحذر عن ذات فطبعا فعندما ينشر الشخص مثلا معطيات شخصية تسالق الحياة دير الخاصة فإن هناك أشخاص يقومون بسرقتها واستعمالها في غير قانوني استعمالها في أشياء مخالفة للقانون لاحظوا هنا سلوكات ونتائج عندنا هنا سلوكات بحثنا نشر المعلومات عن هوياتي يمكن الأشخاص يصعب التعرف عليهم سارقة هوياتي واستعمالهم ممارسات مخاف قانون لاحظوا نشر معلومات هواياتي مثلا على الفيديو يمكن لمستعمل أن يبيع المعلومات لمواقع بعض ألعاب الفيديو التي تغريك بالشراء وتغريقك بالإشعار نشر الصور لاحظوا المخاطر نشر الصور يمكن المستعمل التلاعب بها لاستغلالها في عمليات تزاز وتحرش وغيرها إذن أقرأ الجدول وأستخدر الأخطاء الممكن أن تهديدها طبعا حياتي هي هذه يعني سارقة هوياتي استعمالها في ممارسات مخاف قانون بيع المعلومات لمواقع بيع الألعاب الفيديو التي تغريك التلعب بها استغلالها في عمليات تزازة تحر الجنس وغير ذلك نعم إذن قالوا أن نناقش في المجموعة ونضعوا لائحة أولين متعين وفعلي لتفادي تلك المخاطر إذن استمعوا جيدا مثلا لا أكتب شيئا عن حياتي الخاصة لا أنشر معلومات هواياتي لا أنشر صور وفيديوهات أسرتي وأصدقائي أرفض الحوار مع من لا أعرفهم أعطيكم بعض بعض المعلومات أو بعض كلفتات لا أكتب شيئا عن حياتي الخاصة لا أنشر معلومات هواياتي لا أنشر صور وفيديوهات أسرتي وأصدقائي أرفض الحوار مع diesem أرفض الحوار كيف نحمي معطياتنا الشخصية طبعا التواصل التقليدي والتواصل الرقمي لاحظوا جيدا هنا ي الواج ونبرة الصوت. في التواصل طبعا عبر الانترنت قد نرى الاشخاص لكن قد يكونون حقيقيين او قد يكونوا حقيقيين او ينتحلون شخصية طفل مثلا ويستدرجوننا للمزيد من المعلومات عن حياتنا الشخصية او حياة اسرتنا. اذا في الانترنت قد نرى الاشخاص ولكن قد ينتحلون شخصية طفل ويستدرجوننا للمزيد من المعلومات عن حياتنا الشخصية او حياة اسرتنا. احنا كمنا الحوار اكتب فقرة اميزة فيها التواصل التقليدي والتواصل الرقمي فقد اقول التواصل عبر الانترنت يختلف عن التواصل التقليدي. اعيد التواصل عبر الانترنت يختلف عن التواصل التقليدي. اذ ان التواصل التقليدي نرى الاشخاص وتكون المعاني واضحة من خلال تعافي الوجه ونبرات الصوت ونبرات الصوت. اما التواصل عبر الانترنت فقد نرى الاشخاص الحقيين او اشخاصا انتحلوا شخصيات لاطفال يستدرجوننا لمعرفة الحياة الخاصة وصريقتها واستعمالها في مخالفة القانون. نعم شروط قبلية لحماية معطيات الشخصية على الانترنت. اعي المخاطر اسألوا عن كل ما 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 لا افهمه. طبعا الوالد والاسددة. نعم هذا من الواجب ان تسأل الوالدين والاسددة. لا تنسى من تداية النقاش والشبكة الشمال قبل السن المناسب. نعم. سلوكات لحماية معطيات الشخصية والاستعمال الآن من الانترنت. معطيات الشخصية من اهم ما نملكه في عالم اليوم المتصل بواسطة شبكة انتريت ومسؤوليتنا حمايته. اقرأ طبعا جيدة الاجراءات الآتية واستكملوها. طبعا استكملوها بابراس اهمية كل اجراءة. احمي اجهزة الالكترونية الشخصية. كلمات سير موضال الفيروسات. استفيدوا من تعلماتي في النشط العلمي. اذا شنه هنا؟ حماية الجهاز ذيالي. الجهاز الالكتروني طبعا. الهاتف. لا ازود متداد النقاش والشبكات الاجتماعية بمعلومات شخصية. نعم. اه حماية معلومات شخصية ديالي. حماية معلومات شخصية ديالي. من السارقة والابتزاز والتحرج. ثالثا. لانشور صوري وصور أسرتي. لانشور صوري وصور تيدي. حماية طبعا المعلومات الشخصية والخاصة. هنا لا اطرحوا محتوية ممنوعة وتعرضوني لابتزاز. ما ضامين طبعا تحرضوا على الكراهية صور غير لغة. اذا هنا اه عدم مساهمة في نشر السلوكات طبعا الغير الصحيحة. الغير الصحيحة نعم. اه سنرى قوم تعلمات.